Components, block and vessels in hemostasis عملية الإرقاء Hemostasis Process الإرقاء أو تخثر الدم هو العملية الطبيعية التي توقف فقدان الدم عند حدوث إصابة وهي تشمل ثلاث خطوات 1. تشنج الأوعية الدموية تضيق الأوعية 2. تكوين سدادة الصفائح الدموية 3. التخثر آلية تضيق الأوعية يتم تشغيل استجابة تضيق الأوعية بعوامل مثل الإصابة المباشرة للعضلات الملساء الوعائية وجزيئات الإشارة التي تطلقها الخلايا البطانية المصابة والصفائح الدموية المنشطة مثل أثرومبوكسن A2 وردود الفعل العصبية للجهاز العصبي التي تبدأ من مستقبلات الألم المحلية وتصبح استجابة التشنج أكثر فعالية كلما زادت كمية الضرر ويعتبر التشنج الوعائي هو الاستجابة الأولى حيث تتقلص الأوعية الدموية للسماح بفقدان دم أقل فينقبض الوعاء الدموي المصاب بحيث يتباطأ جريان الدم وفي الوقت نفسه تضغط هذه التشنجات على الجدران الداخلية معاً ويضغط الدم المتجمع خارج هذا الجدار عليه مما يساعد على الوقاية من المزيد من النزف تصبح استجابة التشنج أقوى وتستمر لفترة أطول في الإصابات الأكثر حدة وقد يحدث تضيق الأوعية عن طريق أدويات تسمى فاسو بريسن والتي تزيد من ضغط الدم ويمكن أن تساعد في علاج حالة معينة تكوين سدادة الصفائح الدموية سدادة الصفائح الدموية عبارة عن تجمع للصفائح الدموية التي تشكلت خلال المرحلة الأولى من الإرقاء استجابة لإصابة جدار الأوعية الدموية وتسمح طبيعة الصفائح الدموية اللازجة لها بالالتصاق ببعضها البعض مشكلاً هذا سدادة صفائح دموية مما يمنع المزيد من الدم من مغادرة الجسم وكذلك أي ملوثات خارجية من الدخول عندما تتحطم بطانة الأوعية الدموية وتتلف الخلايا البطانية تكشف عن بروتينات الكولاجين تحت البطانة المصفوفة خارج الخلية وبالتالي يتسبب الثرومبوكسن في انتفاخ الصفائح الدموية وتنمية الخيوط والبدء في التكتل معاً عامل فون والبراند يجعلهم يلتصقون ببعضهم البعض وبجدران الوعاء وبالتالي يتم تحفيز الأوعية والصفائح الدموية القريبة لإطلاق مادة تسمى منشط البورثرومبين والذي بدوره ينشط تحويل البورثرومبين إلى إنزيم يسمى الثرومبين ويتطلب هذا التفاعل أينات الكالسيوم يسهل الثرومبين تحويل بروتين يسمى الفايبرونجن إلى ألياف طويلة غير قابلة للذوبان أو خيوط من الفايبرين تترابط خيوط الفايبرين حول سدادة الصفائح الدموية في المنطقة المتضررة من الأوعية الدموية لتشكل شبكة متشابكة من الألياف وإطاراً للجلطة هذه الشبكة من الألياف تلتصق وتساعد على الاحتفاظ بالصفائح الدموية وخلايا الدم والجزيئات الأخرى الضيقة في موقع الإصابة وتعمل كجلطة أولية يمكن أن تتكون جلطة الفايبرين المؤقتة هذه في أقل من دقيقة وتبطئ تدفق الدم قبل أن تلتصق الصفائح الدموية يحدث تخثر الإصابة بسبب التزام الصفائح الدموية بالكولاجين وتفعيله في بطانة الأوعية الدموية ثم تطلق الصفائح الدموية المنشطة محتويات حبيباتها التي تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد التي تحفز مزيدا من تنشيط الصفائح الدموية وتعزز عملية الإرقاء وبالتالي إغلاق الجرح ويستمر هذا مع تجمع المزيد من الصفائح الدموية وتخضع هذه الصفائح لنفس هذه التحولات وهذه العملية تؤدي إلى تكون سدادة الصفائح الدموية التي تغلق المنطقة المصابة ترجمة نانسي قنقر